اشتركوا في القناة واخدنا التقسيم لعمل الالياف النسجية وعرفنا ايه هي الالياف الطبيعية والالياف الصناعية التلمي ده ان شاء الله مخصص للالياف الصناعية هنتكلم على الالياف التركيبية والالياف التحولية وهنتكلم على الخواص ازاي نفرغ بين الالياف الطبيعية والالياف الصناعية وهنتكلم على ازاي نفرغ بين اي انواع من الخمات سواء طبيعية او صناعية بالطرق المختلفة هنتكلم على التركيب النزجي وأنواع التركيب النزجي هنبتجي إن شاء الله نرجع مع بعض ايه هي التقسيم العام لألياف النزجية لأنه ده مهم جدا في التخصص بتاعنا تقسيم العام لألياف النزجية نرجع للشبكة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده ونقول بصوا معايا الألياف النزجية بتنقسم لحكتين ألياف طبعية وألياف صناعية ألياف طبعية زي الألياف النباتية منها القطن والكتان والجوت والتيل والرامي والسيزل الألياف الحيوانية بتنقسم لحكتين يمع الحيوانية شعرية زي الصوف والمهير والكشمير أو حيوانية إفرازية زي الحرير الطبيعي اللي باخدها من إفرازات دودة الأز والألياف المعدنية اللي باخدها من الأحجار زي الإسبستوس اللي هو الألياف الزجاجية الألياف الصناعية بتنقسم لحكتين ألياف تركيبية والياف تحويلية تركيبية يعني من اولها الاخرها مركب كيميائي تفاعل مركبات كيميائية مع بعضها بالديني البولي استر او البولي امايد او البولي اكريلي التحويلية او المطلق عليها اسم المستعادة يعني هي الياف طبعية انا عملت لها مات ازابة بعدين عملت لها اعادة غزل مرة اخرى زي رايون الفسكوز ورايون الاسيتات هنتكلم اول حاجة عن الالياف التحويلية او الالياف المستعدة نعرف ايه هي الالياف التحويلية تعرفها تعتمد هذه الالياف في صنعها على مواد موجودة اصلا في الطبيعة وتكون صورة نهائية للالياف اما مطابقا كيميائيا للمواد الاساسية او بصورة مشتقة من صورتها الموجودة في الطبيعة الى صورة لسجة ثم الى خيوط يعني ايه معنى الكلام ده هو يعني انا بجيب المادة سواء بقطن او سواء سليلوز او حرير او صوف بجيبه اعمل له عمية ازابة في محلول الازابة ده هي بيتحولي الى سائل لازج السائل اللازج ده بعمل له عمية استعادة مرة اخرى وعمل له عمية غزل عمل له عمية سحب وغزل كنسيق طيب انت كده احنا كده بنقول ان الالياف المستعادة اصلها طبيعي اه اصلها طبيعي لان احنا نقولها تاني الالياف المستعادة دي عبارة عن يا اما صوف يا اما سليلوز خط الصوف والسليلوز عملت لهم عمية ازابة تدويب كامل في حامض او توديد كامل في صودة كوية في محلول الصودة ماشي وبعد كده بيتحول الى محلول دابت بعمل لها عملية ترسيب مرة اخرى وعمل لها عملية سحب كخيوط سحب لخيوط يبقى انا عملت لها عملية ترسيب وعملت لها عملية سحب عشان خطت كده اطلق عليها اسم المستعادة المستعادة تحولي او بحول او بحور شوية في خوصة ماشي اول حاجة عندي رايون الفيسكوز اول حاجة عندي رايون الفيسكوز رايون الفيسكوز ده هو اساسه سليلوز اساسه سليلوز طيب لما نيجي نرجع ونقول احنا كنا بنعمل ايه العمليات اللي احنا عملناها على السليلوز او على القطن احنا عملنا على القطن عملية حرق وبرة وعملنا على القطن عملية ازالة بوش وعملنا على القطن عملية غلي وعملنا على القطن عملية طبيض وعملنا على القطن عملية تحرير جم تلاتة من العلماء قالوا طيب احنا نيجي نعمل عملية التحرير فعملوا عملية التحرير وزودوا تركيز السوداء كوي نتذكر مع بعض عملية التحرير دي بتتم ازاي عملية التحرير دي بتتم عند درجة حرارة الغرفة 18 درجة مقوية يعني على البارد طيب باستخدم ايه باستخدم محلول صودة كوية بتركيز من 28% ل32% محلول صودة كوية بتركيز من 28% ل32% تمام استخدمنا محلول صودة كوية ده هوا بيه درجة الحرارة ده هيا بنفس التركيز بيديني القماش بتاعي شكل وشبه الحرير شكل وشبه الحرير درجة اللامعان بتاعته عالية ودرجة النقومة عالية ده ايه للقطة طيب لو زودنا التركيز بتاعي عن 32% جوم عملوا رفعوا التركيز بتاع الصودة كوية او الهايدروكسيد السوديو لقوا بيحصل تفاعلات ايه التفاعلات اللي بتحصل دي لقوا ان الصودة كوية بتتفاعل مع السيلولوس بتحوله الهايدروسيلولوس الصودة كوية بتتفاعل مع السيلولوس بتحوله الهايدروسيلولوس دي اول حاجة تاني حاجة له ايه لأ ان الصودة الكوية بتتفاعل مع ساني كبيتوز الكربون وتحولوا الى الزنتات تحولوا لمادة اسمها الزنتات او ما يعرف باسم الملح الاصفر ده كله في قلب المحلول طب الاتنين دولة مع بعض عملوا ايه ماشي دايبين في الميا زوابانهم في الميا ده اداني سائل لزك اداني سائل ليه لزوجة معينة اداني سائل ليه لزوجة معينة سموه باسم الفسكوز لان هو لازك ومطاطي لازك ومطاطي سموه باسم الفسكوز طيب قالوا بقى ايه طب احنا كده ضيعنا سليلوز طب احنا عالجنا بالقلوي طب ما نحط عكس القلوي حامض لحجوم حطوا حامض لقوا ان السليلوز اترصب مرة تانية عملوا حامض لقوا ان السليلوز اترصب مرة تانية ترسيب السليلوس ده عملوله عملية سحب وغزل مرة أخرى وعملوا خيوت واطلق عليه اسم راين الفسكوز يعني عملوا استعادة مرة أخرى للسليلوس تمام يبقى راين الفسكوز نبص عليه كده تعرف ألياف راين الفسكوز بأنها ألياف مكونة من سليلوس محور استبدله فيه حوالي 15% منه من الهيدروجين بمجموعات اسمامها جموعات الهيدروكسين يرجع الفضل في اكتشاف راين الفيسكوز إذا سلوا إلى ثلاثة من العلماء الإنجليزي كروس وبيفن وبيتل عملوا إيه بقى الثلاثة زي ما إحنا قلنا قالك من ذلك من خلال معالجة السليلوز بالسودة الكوية في درجات التركيز العالية يعني رفعوا تركيز السودة الكوية وتفعلوا مع ثاني كابريتوز الكربون لقوا بيتكون ملح أصفر أو برتقاني قابل الزوان في الماء عما يجي الدووب الملح ده مرة تانية في السودة الكوية مخففة حصلوا على محلول لزوجة عالية سموه باسم الفيسكوز وتعتمد عملية إنتاج الريون الفيسكوز على تحويل السليلوز النقي بشكل كميائي إلى مركب قابل الزوابان حيث يمر محلول هذا المركب من خلال المغزل اللي هو غزل الشعيرات للتشكيل الشعيرات الناعمة مراحل تحضير الفيسكوز ريون الفيسكوز تنقص المراحل بتاعته إلى أن أنا أول حاجة بعمل إعداد السليلوز القلب يعني بعمل تفاعل السليلوز مع السودة الكوية تانية حاجة مرحلة تكوين زنتات السليلوز اللي هي إيه اللي هو تفاعل السودة الكوية مع السناء ثاني كابريتوز الكربون ثاني كابريتوز الكربون تانية حاجة مرحلة تكوين الفيسكوز اللي هو تفاعل ثاني كابريتوز الملح الأصفر اللي هيطلع لي ده اللي هو الزنتات مع هيدروكسي السليلوز هيديني الفيسكوز وبعد كده بعمل عملية الغزل بدخله على عملية الغزل وبعدين اعمل عملية التنقية عشان نشيل اثار الكابريت طيب اعمل السليلوز القلوي زي يمسكها بقى خطوة خطوة اول حاجة بجيب في هذه المرحلة يتم اعداد السليلوز من مصادر مثل السليلوز الاشجار حيث يأخذ لب الاشجار باعتباره مصدر رخيص لسليلوز وبعمل عليه كذا حاجة اول عملية بعملها بجيب الشجر بتاعي اروح مقاطعه وفرماه اعمل له عملية تقطيع وفرماه فيها يتم تقطيع الخشب الى قطع صغيرة تاني حاجة بجيب بعمل له عملية نقح بيوضع قطع الخشب التي تم فرماه فيه قيرزان كبير يعني ايه قيرزان كبير يعني فيه كير كبير قوي او فيه حوط كبير جدا ماشي محلوسه ده كوي بتركيز من ستة لعشرة في المية او ملح السلفيت اللي هو محلول حامض الكبيرتوس المحتوية على جانب من بي سلفيت الكالسيوم او المغنيسيوم او محلول سلفات السوديوم يبقى انا بحطه في محلول فيه سودا كوية ملح السلفيت اللي هو او محلول فيه كبيرتوس السوديوم ومعه بي سلفيت الكالسيوم ومغنيسيوم وسلفات السوديوم ويفضل اضافة مادة تساعد على تغلغ المواد الكيموية داخل الخشب الخشب مسمط عشان خاطر اساعد ان المواد بتاعتي تخش جوه بحط مواد تساعد زي الصابون الزيت الاحمر التركي اللي هي احنا قلناها في العمليات خطيها في العمليات او خطاها في العمليات اللي هي المواد التي تساعد على الابتلال المواد التي تساعد على الابتلال اللي هو الزيت الاحمر التركي الابيجون المنظفات الصناعية ماشي الزيت الأحمر التركي والكحولات العالية المكابلتها واغلي ده كله اغلي الحاجات اللي انا حطيتها المقونات اللي انا حطيتها ده هيا مع الخشب تحت ضغط لمدة 36 ساعة يعني افضل اغلي في الكيرزان ده هو او في الكير الكبير ده هو لمدة 36 ساعة وبعد كده اعمل عملية غسيل طب يبقى المرحلة التالتة مرحلة ايه الغسيل يبقى المرحلة الاولانية مرحلة النقع وبعدين الغمر وبعدين مرحلة الغسيل باخسل السلولوز الناتج ده هو ماشي بمادة اسمها هيبوكولوريت السوديوم بمادة اسمها هيبوكولوريت السوديوم بجي مادة معاكسدة ماشي وكلور فيه احواض مصنوعة من الاسمنت احواض بقى مصنوعة من الاسمنت عشان مايحصلش ترسيب عليها لاي مواد كميحصل تآكل للمعادة فيه وصق قلوي ودرجة حرارة ما بين 30 ل40 درجة مقوية درجة الحرارة تعطي قد ايه من 30 ل40 درجة مقوية انا غاليت لمدة قد ايه غاليت لمدة 36 ساعة وبعد كده دخلت عملت عمية الغسيل في حوض محصموعة من الاسمن ماشي باستخدام مادة مؤكسدة اللي هي هايبوكولوريت السوديوم عن درجة حرارة من 30 ل40 درجة مقوية وبعدين اطيرها ادخل طيرات هوا واستخدم مقلبات ميكانيكية بحيس ان هي تقلب لي التقلب لي الخشب اللي موجود ده كله وتساعد على تغرغل المواد وسوائل جوها هايطلع علي في النهاية حاجة اسمها الواح سليلوز حاجة اسمها الواح السليلوز طيب تحضير المرحلة لقم 3 تحضير السودي سليلوز لغاية دلوقتي انا ما عملتش حاجة انا مغرض استخلص السليلوز من الخشب استخلص السليلوز من الخشب عملت النقعة والغسيل والتقطيع دي كلها عشان اخد السليلوز ابتدي ان انا اشتغل عليه ابتدي ان انا اشتغل عليه يبقى اول حاجة هعملها بقى يبقى بداية شغلي دلوقتي بعد ما حصلت على الواحي السليلوز ده ان انا احول السليلوز ده الهايدروسليلوز أحول السيلولوز إلى هيدروسيلولوز باستخدام محلول السودة كوي يبقى تعالج ألواح مستمع بعض تعالج ألواح السيلولوز محلول السودة كوية بتركيز 17-18% لمدة تتروح ما بين ساعة وساعة ونص حيث تتفتح هذه الألواح بشكل كبير وبعدين أعصرها في مكابس أكبسها على مكابس بحيث أن أنا أبتدي أعصرها وأطلع المحلول من جواه بعد ما حصل التغلول ده أبتدي أن أنا أطلع المحلول من جواه بتأخذ المرحلة اللي بعديها بتأخذ ألواح السودة سيلولوز بتأخذ ألواح السودة سيلولوز وبتدي أفتحها ماشي وبتدي أفتحها وبعدها عن بعضها لأنها بتبقى في صورة هش بتبقى في صورة هش بعد كده مرحلة اللي بعديها بعمل عملية تعتيق للسيلولوز بعمل عملية تعتيق للسيلولوز بدخل السيلولوز أو السودة سيلولوز في جوه صندوق وبتدي أعملها عملية تعتيق بنعملها ازاي عملية التعديد هيا بتعتق الصدو سليلوس بتركها معرضا للجو في صناديق محددة الساعة يعني ما بحطهاش كلها مع بعض في صندوق واحد مجموعة من الصناديق ببتدي اقسم عليها الكمية يبقى كل واحد ساعته مثلا زي ما يكون 300 جرام 200 جرام كيلو جرام انا اسفل زي ما يكون لساعة الصندوق بتاعي بس ما بحطهاش الكمية كلها مع بعضها لمدة تتراوح ما بين 48-72 ساعة لمدة تتراوح ما بين 48-72 ساعة عن درجة حرارة الغرفة الهي 21-23 عن درجة حرارة الجو بتاعي العادي درجة الحرارة ده هي خلال التخزين مهمة جدا ليه في الفترة دي بيحدث اكسادة لسليلوس اكسادة لسليلوس نزيج التعرض للهواء الجوي وهذا امر مرغوب به لانه بيأثر السلاسل وبتدي ان هو يخليها سهل بيخفت درجة اللزوجة عشان خاطر ما يجي اعملها عامية الغازل فيما بعد المرحلة التالت التانية يابا اول حاجة احنا حصلنا على هيدرو سليلوس كده حصلنا على الهايدرو سليلوس بنحصل على الزنسات السليلوس من ايه؟ من تعالج السودة الكوية بعد ذلك بحاجة اسمها سنائي كابريتوز الكربون مادة اسمها سنائي كابريتوز الكربون بيدي لي مركب الاصفر او بيعرض باسم الزنسات السليلوس زنسات السليلوس بعالجوا بمادة اسمها ايه؟ سنائي كابريتوز الكربون ماشي بيدي لي التفاعل اللي تاني مع بعض بيدي لي مركب الاصفر او لو اسمه العلمي الزنسات السليلوس زنسات السليلوس يبقى هيدروكسيسليلوز سودا السليلوز ستفاعل مع سنائي هيدروكسي سنائي كابوتوز الكربون ها يديني مرح الأسهر وهو اسمه سنزات السليلوز سنزات السليلوز ده بيمسته بقى انه هو بيدوب في الماء وبيديني هو بيمتصر الماء بصورة رهيبة بيديني مادة لزج готов بيديني مادة لها لزجم معين سميت باسم الفسكوز سميت باسم الفسكوز ماشي الذي يمتاز بالزوان في الماء مكون مادة ذاتة بزوجة عالية تقصد باسم الفيسكوز ويضاف في هذه المادة مادة اسمها سنائي كابريتوز كربون بنسبة 10% من كمية الصود اللي انا مستخدمها يعني الخامة انا باخد 10% من تركبها 10% من تركبها وقلب باستمرار عند جهة حرارة مزيتش عن 30 درجة مقوي خشي على النقطة اللي بعديها بيكون تكوين محلول الفيسكوز نبصنا مع بعض تتم في هذه المرحلة مجموعة من العمليات اول حاجة عملية تحضير محلول الغزل عملية تحضير محلول الغزل في المرحلة دي بحط زنسات السليلوس في وعاء كبير في وعاء كبير واضاف عليه كمية من الصودة الكوية كمية من الصودة الكوية المخففة يعني انا برضو لغاية دي وقت عمال بحط في صودة الكوية وقلب باستمرار لمدة 4-6 ساعات في درجة حرارة من 17-20 درجة موية يعني درجة حرارة الغرف بحصل على محلول الفيسكوز حصلت على حملية محلول الفيسكوز بعمل عملية تعطيق تجرى عمالية التعطيق او ما يعرف بالنضج من خلال ترك محلول الفيسكوز ده اسيبه لمدة تتراوح من يوم الى 3 ايام اعمل له عملية تعطيق في المحلول بتاعي ده هو لمدة 3 ايام من يوم ل3 ايام في درجة حرارة الغرف ويكون محلول الفيسكوز الناضج معدن بعد ذلك العمليات ويكون خالي من فقعات الهواء عشان لو في فقعات الهواء تبتدي ان هي تخرج يبقى خالي من فقعات الهواء العملية اللي بعديها اسمها عملية الترشيح طبعا فيه شوائب موجودة من الخشب نظرا لوجود بعض الشوائب الموجودة والموجودة والمواد الغير زائبة يجب ان تنزع ولذلك يدخن محلول ده محلول الغزل من خلال عدة فلاتر بدخله في فلاتر بحيث ان انا انقي من اي شوائب موجود وفي نفس الوقت بيفرغ الهواء اللي موجود لو فيه هوا يبتدي يخرج بوسطة اداء هواية لتنزع كل فقعات الهواء طلع كل الهواء الموجود في المعجون او المادة اللزجة لانه اذا ترجط جزيئات الهواء دي في محلول الغزل بتبقى فيه فتحات في المغازل هتسد الفتحات ده هاي كما ان فقعات الهواء الصغيرة في المحلول تسبب بقع خفيفة على خيوط الغزل الهائي لو فيه عندي فقعات من الهواء موجودة في الخيط المغزول هتلاقييني فيه بقع موجودة على سطح القماش فيما بعد نخش على العملية اللي بعديها عملية الغزل اهم عملية تتشكل فيه هزي مرحلة شعارات النهائية يعني انا حصلت على المعجون بالمتاعي وعلى المحلول الا انا هدخلى هدخله اعمله عملية الغزل بدخله جوه المغزل ماشي ويتم فيها دخل محلول الغزل تحت ضغط منتزم عبر المغازل فيه حمام يسمى باسمه حمام التقلص حمام اسمه حمام ايه؟ حمام التقلص بيعمل على تصلب السائل مبسط من المغزل يعني انا عندي سائل داخل خارج من المغزل ماشي اول ما يخرج من المغزل يتجمد يبقى فتلة يتجمد يبقى فتلة على طول ماشي على هيئة شعارات ويتم سحبها الى المراحل التالية والمغازل عبارة عن فتحات او نفسات صغيرة مزودة بعدد من الفتحات بعدد من الفتحات النعيمة متخزة شكل امع عاملة زي الامع كده وصغيرة لدرجة انها تكون غير مرئية وتصنع المغازل من معادل نفيسة مثل البلاتونيوم والبلاتونيوم والدهب والبلاتونيوم والتانتونيوم ده شكل يوضح خروج الشعارات من فنيات الغزل ماشي في محلول التجمد اه دي فنيات الغزل هيا ماشي وده حمام التجمد اللي هو بيخرج منه انه هنا هو بدخل من الفتحة ده هيا بدخل المحلول بتاعي بتاع الفسكوز ماشي وانا عندي هنا هون بيطلع لي بتبتدي الفونيات او الفونيات ده هي تبتدي ان هي تطلع لي الخيوط اسحب الخيوط بتتعرض الخيوط عندي هنا الحمام التجمد او التقلص اللي هي بنشف لي او بيجمد لي الفتلة ماشي وتخرج بعد كده على بوسطة الاستوانات على تتسحب ماشي وتنزل على داخل الدولاب التغزية تمام كده؟ يبقى انا بيحصل لي ايه؟ انا بيخش لي من فونيات الغزل ويخرج الاماء لخيوط بعد كده على دولاب التغزية تمام؟ عشان خاطر اعمل له عملية النسيج اعداد السليلوز القلوي نقولها مرة تانية اعداد السليلوز القلوي انا بعمل عملية غمر واعمل عملية فرم واعمل عملية تعطيل احنا بنرجع اللي احنا قلناه ماشي اعمل عملية الغمر بجيب الفسكوز اللوب بتاع الخشب ابتدي ان انا اعمل عملية غمر ماشي ونقح الاول خالص وبعد كده احط عليه محلول الصودة الكوية وبعدين اعتقه لمدة من يوم الى ثلاثة ايام وبعدين اعمل عملية فرم اللي اعمل عملية فرم طبعا واعمل عملية اللي ايه؟ التعطيل وبعد كده بدا اكون زنسات السليلوز واكون محلول الفسكوز ماشي وبعد كده اعمل اسحب الخيوب بتاعتي اسحب الخيوب بتاعتي دي مراحل تصنيع الراين الفسكوز ببساطة ده شكل بيمثل تصنيع راين الفسكوز دي بص عليه مع بعض كده حتة حتة مرحلة تصنيع راين الفسكوز اول حاجة مرحلة اعداد السليلوز القلاي انا بعمله ايه اول حاجة اجيبه اعمله من الخشب ماشي اعمله عملية فرم ماشي احضر الصودة سليلوز وبعدين بعمل عملية نقح اعمل عملية نقح ماشي في محلول فيه صودة كوية بتتفتح فيه الصودة سليلوز محلول فيه صودة كوية وفيه مواد احنا قلنا ايه مواد تساعد على الابتلال زي المنظفات الصناعية وزي ازيت الاحمر التركي عشان تساعد على تغلغ السودة داخل الخشب وبعدين اعمل عمية غسيل وعدت السليلوز بتاعي اللي مدت من يوم الى 3 تي عمية غسيل باستخدام مواد مؤكسيدة وعدت السليلوز بتاعي اللي مدت من يوم الى 3 تي بتتكون عندي هنا هون الهايدرو سليلوز او الصودة سليلوز في المرحلة التانية بكoin زنسات سليلوز بحط ثاني كامريتوز الكربون بتفاعل مع الصودة سليلوز بيديني المحلول الاصفر المحلول الاصفر اللي هو اسمه زنسات سليلوز زنسات السليلوز اللي ده بيدوب في المية بيديني سائل زيت الزوجة ماشي بيتكون بزيت الزوجة اسمه الفسكوس طيب انا كونت الفسكوس باجي اعمل ايه باجي اعمل له عملية غمر في محلول ماشي واعمل له عملية ان انا اخذه اعمل له عملية الغزل احضر لمحلول الغزل اعمل عملية تعطيق بعدين اعمل عملية الترشيح اخذ القماش وبعدين اعمل عملية تنقية بازالة الكابريتي اللي موجود في القماش نتكلم على التركيب التشريحي الراين الفسكوس رأينا في سكولز شبه هو شبه القطن بالزبط بس واخد شكل دائري بيضاو دائري القطن كان شكله كلوي عامت زي كلوة اليد كده ماشي واخد شكل بيضاوي شو لكن ده في استدارة يبقى من يجي نبص عليه يبقى درجة امتصاص بالسوائل هتبقى اعلى من السيلولوز درجة اللي معام بتاعته هتبقى اعلى من السيلولوز ماشي يبقى يفرق عن اعلى من القطن انا اسف انا اسف يبقى دلو عرفنا ان شكل الجزائيات بتاعته او الجزائيات بتاعته عبارة عن شكل مدور الشكل مدور ده بيديني درجة لماعان عالي في نفس الوقت بيديني درجة لماعان اعلى من القطن نتكلم عن الخواص الطبيعية اول حاجة عندي لماعان ينشأ نتيجة سقل وملاسة سطح الخامة القليات بتاعتي طول ما هي ملساء بحس بدرجة لماعان عليها احنا قلنا السطح بتاعي مدور واخد شكل دايرة يعني بيتعاكس عليه بالضوء وبيرجع مرة تانية يعني درجة لماعان لما انا اجي بص عليها احس ان درجة لماعان بتاعته بتبقى عالية جدا يبقى سطح بتاعي بيبقى درجة لماعان وعالية تاني حاجة متانة والاستطالة هو ذات رينوفيسكوز ذات متانة متوسطة واستطالة متوسطة ذات متانة متوسطة واستطالة متوسطة نخش على البعديها العزل الكهربي امتصاص رينوفيسكوز ده رباية الرطوبة اعلى بكتير جدا من القب امتصاص رينوفيسكوز من الرطوبة اعلى كتير جدا من القب طالما الخامة بتاعتي بتانطص الرطوبة يبقى المادة ده الخامة دهيا لا تصلح ان انا استخدمها في العزل الكهربي لا تصلح ان انا استخدمها في العزل الكهربي يبقى لا يستخدم في العزل الكهربي يبقى يمتصر رطوبة بدرجة عالية جدا لذا فهو لا يصلح لأراض العزل الكهربية تأثير الحرارة والدوق بيتحمل درجات الحرارة العالية اللي توصل لغاية مهي وخمسين درجة ما قوي ويتحمل ويقاوم درجات حرارة الدوق ويقاوم الدوق عشان خاطر كده هو ما بتقصرش لا بالدوق ولا بدرجة الحرارة العالية لا بالدوق ولا بدرجة الحرارة العالية تأثير الأحمار هو يشبه شوية القطن في الأحماض في تأثيرة المواد الكيمائية عليه لكن بيختلف في بعض الحاجات هو بيتأثر بالأحماض المعدنية بسهولة يتأثر بالأحماض المعدنية بسهولة احنا قلنا في القطن اني انا عندي القطن في الأحماض المخفافة على البارد المعدنية لا تؤثر لكن برفع درجة الحرارة تؤثر على القطن وتحوله الى الهايدروسيلولوس بيتأثر على المتابع هنا هو هو زيه زي القطن بالضبط بيتأثر بالأحماض المخفافة مع رفع درجة الحرارة ويتفحم مع استخدام أحماض مركزة مع رفع درجة الحرارة ويزوف الأحماض مركزة على البالد القلويات نشي تأثير القلويات زيه زي القطن بالضبط يتأثر بس بيتأثر بالقلويات المركزة ويقلل بتقلل مما تنتو أما المتوسطة فمتأثرش أما المتوسطة ما بتأثرش عشان خاطر كده أما بيجي أعمل عملية أي عملية باين الفسكوز سواء هعمل عملية سباغة هعمل عملية طبيض هعمل أي عملية بعملها دايما في وسط قلوي متوسط قلوي متوسط مش قلوي قوي ماشي الأحماض ببعد عنها خالص لأي حاجة تخص السليلوز الأحماض أبعد عنها خالص لأي حاجة يكون أساس تركيبها السليلوس نخش على المواد اللي بعد كده تأثير المواد المؤكسيدة المواد المؤكسيدة المنتمية للمجموعات الكولور نراجح كده نقول نعرف إيه هي مواد المؤكسيدة مواد المؤكسيدة عندي نوعين من المواد عندي مركبات كولور وعندي مركبات أكسوجين المركبات الكولور زي هيبوكولوريتو السوديوم زي كولوريتو السوديوم زي كولوريتو السوديوم مشكلة القلور ان هو اللي بيقوم لي بعملية التفاعل لو هعمل عملية طبيعية هو اللي بيقوم بعملية التفاعل بعد الخامات القلور ده هو انما بيقوم بعملية التفاعل بيهاجم الشعيرات ويقلل من متانتها يعني القطن والسليلوس ورينوفيسكوز المركبات اللي بتحتوي على القلور مركبات الطبيعية اللي بتحتوي على القلور بتقلل من متانة الخامة بتحدث طحفة في الخانة بيهاجم القلور بيجري بسرعة يهاجم السيلولوز الموجود ده هو ويقلل من متاله يضعفه عشان خاطب كده يفضل استخدام المواد المؤكسيدة المحتوية على الاكسوجين زي فوق اكسيد الهيدروجين وده بيستخدم دايما في عملية الطبيعة وده يستخدم دايما في عملية الطبيعة يبقى ما نيجي نقول تأسيل مواد المؤكسيدة يتأثر مواد المؤكسيدة منتمية مراقبات القلور ويفضل استخدام مراكبات الاكسوجين ويستخدم فيه طبيعيب بنجاح يعني لو جالي سؤال يقول لي علل لا يفضل استخدام هيبقوريدوستوديوم فيه طبيعيب راينوفيسكوس هنقول لان راينوفيسكوس بيتأثر بمركبات القلور ماشي وبتقالل مما تنتوي عشان خاطب كده لا يفضل استخدام مراكبات القلور تأثير السبغات انا بسبغ راينوفيسكوس بكل السبغات اللي بسبغ بيها الأقمشة القطنية اصبر بسبغات الحمودية واصبر بسبغات الاحوال سبغات المباشرة سبغات النشطة كل انواع سبغات النفط كل انواع سبغات يعني بستخدم نفس السبغات اللي بستخدم بيها بسبغ بيها الأون ليه؟ لان هو نفس الخواص ونفس التكيب الكميائي بتاعه والفسكوس من الخامات اللي لها قابلية عالية للسباغ يصبح بكل خمية السبغات المستعدمة للقطن ولكن الريون شديد لامتصاص للسوائل عشان خاطر كده دي بقى يجي لي هنا سؤال عالي احنا لسه مش كنا بنقول من ضمن الرطوبة من ضمن الحاجات ان هو بيمتص الرطوبة بصفة اعلى من القط طيب هو بيمتص يعني شرح الامتصاص للسوائل اكتر من القط عشان خاطر كده بعد ما يجي اعمل عمية السبغة بحط مواد مؤخرة للتفاعل بحط مواد مؤخرة للتفاعل بحطها ليه عشان تخلي دخول السبغة جوه الخامة عشان ما تحصل السبغة تحصل السبغة المتجنسة انا لما حط الخامة وحطت الخامة محلول السبغة ما حطتش مواد مؤخرة للتفاعل هتجري بسرعة الخامة السبغة تلتصت بالخامة يديني سبغة غير متجنسة عشان احصل على السبغة المتجنسة طيب هدي سبغة غير متجنسة ليه لان هي الخامة شرحت الامتصاص للسوائل هتمتص السوائل بسرعة مادة بتأخر التفاعل يعني أنا بخلي الخامة تمتص السوائل وتبقى ممتصة بانتظام وبعد كده استبغى تخش بانتظام على سطح إنه ماشي يجي ليه يقول لي علم يجب إضافة مادة مؤخرة للتفاعل عنده صباغة راينفسكوز هنقول ليه لأن راينفسكوز من الخامات المحبة جدا جدا أو شديدة الامتصاص للسوائل شديدة الامتصاص للسوائل أنا بحطها عشان أحصل على صباغة متجنسة يصبح بكل الصباغات المستخدمة للقطن ولكن الراين شديد لامتصاص للسوائل لذا يجب إضافة مواد تساعد على تأخير دخول الصبغة للخامة باستخدم السليلوس في إيه بقى؟ باستخدمه في الملابس الداخلية والخارجية ما بيأصرش يستخدم فيه بطوانة البدل يستخدم فيه صناعة أقمشة المفروشات والستاير بيستخدم فيه إطاء صناعة الإطارات للسيارات والسيور يستخدم في صناعة السجات يستخدم مع مخلوط القطن أو الصوف للحصول على أقمشة وخيوط تمتاز بقوة الشد والتحم تستخدم نفيات السليلوس اللي هو اللي بيطلع من الترشيح بتاعي ماشي فيه صناعة الورق وبعض الدهانات يبقى احنا كده اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا على رايون الفسكوز اللي هو من الألياف المستعدة احنا نقولها نلخصهم كده هو باختصار رايون الفسكوز ده عبارة عن سليلوز سليلوز أنا عملت له عملية إذابة في محلول الصودة الكوية ماشي اتحول إلى هيدروسليلوز هيدروسليلوز ده تفاعل مع ثاني كابريتوز الكربون الدين داني الملح الأصفر الداني الملح الأصفر الملح الأصفر ده لإسمه زانتات سليلوز ماشي خدته بعد كده ده هو ده عبارة عن سائل لازج أو ليد زوجة معينة اطلق عليه اسم الفسكوز خدته دخلته جوه المغزل وباتت خرقته في محلول عشان يجمد لي الخيوط ده وصحبته على هيئة الخيوط وقلنا خواص بتاعته وقلنا الخواص الطبيعية والخواص الكيميائية واتكلمنا عن استخدامه نكلم بقى عن ألياف الصناعية الألياف الصناعية ده هي الألياف ليها باع كبير جدا طبعا نظرة للكسافة السكانية والإعدادة الدنيا ونظرا لكل الموارد النباتية أو الطبيعية زي الأطن ودور اتجهوا في الصناعة إن هم ينتجوا ألياف صناعية ألياف صناعية ده هي كان زمان اللي البولي إستر والبولي أكليريك والبولي أماريك ما لهمش استخدام قوي أو نسبة الاستهلاك بتاعتهم قليلة لكن مع زيادة العدد السكاني بدأ إن هو الاتجاه للألياف الصناعية عشان رخيصة التمن عشان خاطر سهلة عشان سهل إن أنا أحصل عليها بكميات كبيرة غير الألياف الطبيعية طيب الألياف الصناعية كده وخلاص لا ده هم اتجاه العالم دلوقتي في الوقت الحالي لخامة اسمها خامة البولي إستر إن هو بيحاول يحسن من خواصها ويخليها شبه الحرير حسن من خواصها ويخليها شبه الحرير أو شبه الأط كل الشغل دلوقتي في العالم كله إن هو متاجه إن هو نحية الألياف الصناعية إن يحسن من خواص الألياف الصناعية ويخليها الألياف الصناعية من ضمن عيوبها أولا هي أنت بتصرش السوائل ماشي كاريها للمية كاريها للصباغة بتعمل ريحة العرب بتعمل حساسية للجلد كلها عيوب كلها عيوب مميزتها الوحيدة إنها رخيص التمن مميزتها الوحيدة إنها رخيص التمن طيب حاجة كلها عيوب تدون هنبتج إن إحنا نستخدمها في الصباح أو في مجال المنسوجات آه ده هاد الوقت الحالي في الوقت الحالي بتستخدم في أقمشة مفروشات في المستشفيات لأنها تعمل لها معالجة الألياف الصناعية ده هيا معالجة بالنانو بالنانو تكنولوجي وبعض المركبات بحيص إن هي تبقى مقاومة للبكتيريا من مميزتها كمان ده هي الوحديها مقاومة للبكتيريا مميزتها كمان دلوقت إن هي سهلة جدا إن هي عندها خاصية التنظيف الزيتي ماشي ممكن أديها أعمل لها بعض المعالجات وخليها ملمسة زي ما المسة القطيف ماشي هنعرف ده كله فيما بعد يبقى إحنا نتكلم دلوقتي على الألياف الصناعية أو اسمها الألياف التركيبية دي عبارة عن مركب كميائي زي مركب كميائي بالديني ألياف صناعي بالديني ألياف صناعي ابو سمع بعض هي ألياف مخلقة كلية من مواد كميائية تتجمع تحت ظروف خاصة إلى جزيئات كبيرة مما يسمى باسم عملية البلمرة بعملها عملية اسمها عملية البلمرة وتستخلص تلك الأمواد الأولية البسيطة من المنتجات البترولية إيه الأسداب اللي خلتنا نوصل نحن نستخدم الألياف الصناعية إحنا لسه قلناها الطلب المتزيد على الألياف النسجية في قطاعات مختلفة من الاستخدامات الصناعية توفير المنسجات اللازمة لسكان العالم طبعاً الكسافة السكانية خلتني أن أنا أتاجه للإتجاد التحكم في كميات ونوعيات وأسعار المواد السجاد الألياف الصناعية أرخص بكتير جداً من الألياف الطبيعية احتياج الأرض لإنتاج المواد اللازمة للغزاء وتوفير المساحات المخصصة لزراعة الأرياف الأرض بتاعتي اللي بزرع فيها القطن أنا عايزة عشان خاطر الناس التعداد السكاني العالي ده هو أزور في المحاصيل عشان خاطر الأمن الغزائي دي المواطنين توفر أشجار الغابات بكميات كبيرة وكان الاختراع المنسجات الصناعية أثر في تحسين خواص الألياف الطبيعية حيث أنتجت الألياف المخلوطة أنا ممكن هنا هو أأخذ الألياف الصناعية أأخذ خامة أعمل خامة عبارة عن خمسين في المائة ألياف طبيعية وخمسين في المائة ألياف صناعية يبقى أنا عملت مكسما بين الاتنين خدت خواص الألياف الطبيعية وخدت خواص الألياف الصناعية ووصلت بمنتج درجة التكليفة بتاعته أقل شوية ماشي نبصل مع بعض ده منحنى أو بيقول أنا ساعة سنة 1980 كان الألياف الصناعية بتاعتي قليلة ايه ده هو ماشي اللي هو البولي إستر كان البولي إستر بنسبة 48% ألفين واثنين بقى بنسبة 65% ألفين وعشرين بنسبة 85% ألفين وعشرين الألياف الصناعية تحت الاستدارة بنسبة 85% دي الإحصائية اللي بتقول ماشي وخصوصا خامة البولي إستر وخصوصا خامة البولي إستر ماشي البولي أمايد كان 30% البولي أكريليك 19% ماشي أما نخش على آآ تسعمائة وتسعين كان 53% البولي إستر والبولي أمايد كان البولي أمايد كان 24% والبولي أكريليك كان 14% نخش سنة الفين واثنين كان البولي إستر 65% والبولي أمايد 12% والبولي أكريليك 9% نخش سنة الفين وعشرين أنا أقولها لكم بقى الفين وعشرين ده كان البولي إستر 85% البولي أكريليك حوالي 12% البولي أمايد حوالي 6% حوالي 6% نتكلم بعد كده يبقى احنا دوقتي هنتكلم على ايه? هنتكلم على الياف البولياستر. اعرفنا ان الحاجة الحيوية قوي في الالياف الصناعية هي خامة البولياستر. يعني لكن خامة البولياستر دي بتتكون من ايه? بتتكون من تفاول حامل Bot Rossiqc مع الاسيلينجرايقول. تفاول حاملت mit ruff soliq tengo klubsionejراecon. يعديني اللي هو الإيدنانっちゃب соз 500 بولياستر. الحادثة. البولي استر. beesلين. الеф 참كينكana. بولي Villersylate иск V نتكلم بقى كده هو البولي اسطر او الياف عديد الاسطر هي احد انواع البوليمرات وقد اعلن اكتشاف البولي اسطر بعد نجاح البولي امايل بسلاس سنوات اي سنة واحد واربعين وذلك في بريطانيا وقد اخذ الاسم التجالي ترلين هي اسمها في الصناعة ترلين وبعدها اشتهرت لديو بينت اشترت شركة ديو بينت الامريكية حق الانتاج ليظهر البولي اسطر باسم التجالي جديد سنة 1950 باسم الدقرون ونتيجة للخباص بتاعته المميزة فقد تم انتاج البولي اسطر احتل المصادر مركز صدارة في انتاج الالياف عالمي احنا عندنا ينون مصنع كبير في قفر الدوار خاص بالبولي اسطر مصنع كبير في قفر الدوار خاص بالبولي اسطر بانتاج البولي اسطر كله من اول ما بيتيجي ان هو يحضره وغير ما بيصنعه ويطلعه منتج نهائي مصنع كبير جدا في قفر الدوار تحضير البولي اسطر يحضر البولي اسطر من تكاسف التكاسوري بين حامض الترفساليك والاسيلينجليكون بحسب لهم تفاعل تكاسف التكاسوري بين حامض الترفساليك والاسيلينجليكون ويجري تفاعل في درجة حرارة عالية وفي معزل عن الهوى وفي معزل عن الهوى ادي حعمل الترفسليك والسيلينج لايكول ماشي حصل تفاعل ما بينهم ادي هنا هو ان حطيناهم مع بعض ماشي واتكون لبونمر مع رفع درجة الحرارة حطيناهم حطينا كل حاجة الوحديها في الاناق وبعدين رفعنا درجة الحرارة الدنيا بونمرات دي بالتسخين ده شكل بيوضح ازاي انا بحط الاتنين مع بعض وبعد كده بعمل عملية اتفاعوا ده حامل الترفسليك ده الرمز بتاعه مع الاسيلينج لايكول ماشي في وسط حامدي اسد ده يعني وسط حامدي وهيت يعني رفع درجة الحرارة هدين البي اي تي يعني بولي اسيلين ترفسليك بولي اسيلين ترفسليك الرمز بتاعه هو ده اللي هو البولي اسطر. اللي هو البولي اسطر. اسمه بولي اسيلين تراف سيليك. طيب. يبقى احنا كده اتكلمنا على تحضير البولي اسطر. نتكلم بقى على اه نتكلم على الخواص الطبيعية لالياف البولي اسطر. الالياف البولي اسطر. خواص الطبيعية بتاعتها. ماشي. نتكلم على الطول بتاعها. اول حاجة. الطول بيعتبر الطول من اهم العوامل المحددة لنمرت الخيط المغزولة. لنمرت الخيط المغزولة. ماشي. لنمرت الخيط المغزولة. طيب. الطول بتاعها بتوقف على حسب السحب بتاعي. طب انا عندي كام نوع من الغزل. عندي تلات انواع من الغزل. عندي الغزل الرطب وعندي الغزل الجاف وعندي الغزل الانسهاري يعني ايه غزل الرطب يعني انا بغزل الخيوب بتاعتي بدخلها جوه المغزل بعد ما حصلت على المحلول بتاعي اللي هو بولي اسيلين ترافسيليك بولي اسيلين ترافسيليك اللي هو البولي اسطر في محلول طب انا عايزة اعمل لها عملية سحب بعملها سحب بثلاث انواع من الطرق يا اما اعمل عملية غزل الرطب يعني بعمل لها عملية سحب في وجود مية سحب في وجود مية. اما اعملها سحب في وجود مية. ايه اللي بيحصل? نبص مع بعض هنا هو. ماشي. السحب في وجود مية بيبقى عندي رشاشات مية. رشاشات من المية. رشاشات ماء. ايه اللي بيحصل بقى رشاشات المية دي بتعمل لي ايه? رشاشات المية ده هيا بتعمل لي فجوات في البوليستر. فجوات في البوليستر. ماشي. لما اجي بعد كده يحصل بتحصل لي فجوات. الفجوات ده هي بطلع لي الخيط بقى ماشي اهوا في عندي اهوا من جوة في عندي مسافات البيانية بتاعتي واسعة المسافات البيانية بتاعتي بتبقى واسعة وجود مسافات البيانية الواسعة ده هي بيعمل لي ايه بتعملي زيادة في امتصاص السوائل زيادة في امتصاص السوائل وجود المسافات البيانية الواسعة دي بيديني زيادة في امتصاص السوائل ده بالنسبة للغزل الراتب ده بالنسبة للغزل الراتب يبقى أما يجي أقول الغزل الراتب بيحصل نتيجة إيه نتيجة إن أنا الخيوط بتاعتي أو عملت سحب في المغزر بتاعي برشاشات مية برشاشات مية رشاشات المية دي عملتلي إيه رشاشات المية ده هين عملتلي دخلت جوه المسام بتاعتي وعملتلي فجوات الفجوات ده هين هي اللي عملت الفقعات أو مسافات بينية ما بين جزيئات الخام أما أجي أعمل عمية الصباغة أو أعمل عمية أي عمية القماش أو الخامة المجرى عليها عمية الغزل الراتب بيكون درجة امتصاصها بالسوائل بيكون عالية طيب ده أول حاجة ده الغزل الراتب الجاف طيب الغزل الجاف الغزل الجاف الغزل الجاف إيه اللي بيحصل فيه؟ أنا بيتم سحب الخيوب بتاعتي ماشي؟ في الهواء الجوي يعني هواء رطوبة الجوي بس هي اللي تبقى جوه الخامة الجو رطوبة الجوي بس هي اللي تبقى جوه خامة بتبقى مسافة سفات البينية دائما بتبقى ديقة الفجوات اللي تبقى موجودة عندي بتكون بتكون ديقة عشان خاطر كده ماشي؟ بتبقى الخيوب بتاعتي أكثر صلابة أكثر صلابة ولكن يصعب سباغتها لان هي من درجة امتصاصة لسواية بتبقى قليلة لكن انا ممكن اعمل لها عملية السباغة او اعمل لها اي حاجة عن درجة حرارة عالية عن درجة حرارة مية طريقة اسمها طريقة السر المصول طريقة اسمها طريقة السر المصول يبقى ده الغزل الجاف طيب الغزل الانزراري اسمه الغزل الانسهاري ايه هو الغزل الانسهاري يعني انا الخيوب بتاعتي سحبتها وخرجتها بدون ما تتعرض للهواء. بقى الكتلة واحد زي البلاستيك اللي بسياحه. زي البلاستيك اللي بسياحه كده بالزبط. بيبقى درجة التماسك بتاعته تبقى عالية جدا ولا توجد مسافات بينية. ما فيش مسافات بينية خالص ما بينيجو زياد. عشان خاطر كده الغاز الانساري يصعب اجراء اي عملية عليه. يصعب اجراء اي عملية عليه. طيب نقول بقى استخدامات البولي اسطر. استخدامات البولي اسطر البولي اسطر باستخدمه في اقمش المفروشات بعد المعالجة باستخدمه في اقمش تستير باستخدمه في الاغراض الطبية باستخدمه في اعوازل الحرارية طيب. نتكلم على الخواص الكيميائية والطبيعية لالياف البوليستر. العالياف الصناعية عموما من ضمن العيوب اللي موجودة فيها الكهرباء الاستاتيكية. من ضمن العيوب اللي موجودة فيها الكهرباء الاستاتيكية. يعني ايه كهرباء استاتيكية? يعني الخامة بتاعتي ماشي بيحصل تجازب ما بينها وما بين الجو. ما بينها وما بين اي حاجة. نتيجة احتكاك الخامة بتاعتها تتولد شحنات مجابا. نتيجة الاحتكاك. نتيجة الاحتكاك بتكون على سطح. الخانة شحنات. الشحنات دهيا بتبتدي ان هي تعمل جذب للشعيرات والاتربة. وكل حاجة موجودة في الجو. يحصل تجازب ما بينها. بقت عاملة زي الموناطيج. يحصل تجازب. ماشي. اما تيجي نفسرها عن بعضها كده. او حتى لو فيه سطحين ملامسين لبعض نفسرهم عن بعضها كده. نسمع صوت صوت طاقة. اسمها ده انفصال نتيجة انفصال الشحنات الكهربية عن بعضها. نتيجة انفصال الشحنات الكهربية عن بعضها. ده العيب اللي موجود في خامة البولي اسطر. ماشي. طبعا اه تم معالجته. يبقى الكهرباء الاستاتيكية من ضمن العيوب خامة البولي اسطر. الكهرباء الاستاتيكية. الكهرباء الاستاتيكية دي ان هي بتعمل شو بتولد شحنات نتيجة الاحتكاك. بتلجأ شحنات. شحنات كهربية وبتالي بلس مع صوت نتيجة فصل الشحنات عن بعضها او انفصال الاجسام عن بعضها. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة طيب امتصاص المية والرطوبة. البوليستر غير كاره للمية. البوليستر كاره او الياف الصناعية كره للمية. الياف الصناعية كره للمية. طيب احنا بنعمل لها عملية صباغة ازاي وعملية طبيض ازاي? بعمل لها عملية طبيض وصباغة بظروف معينة. بستخدم البوليستر سبغة اسمها سبغة المشتتة. سبغة اسمها السبغة المشتتة. في وجود مادة اسمها مادة انتشار. احنا خدنا مادة انتشار دي عبارة عن مادة تساعد على انتشار المادة بانتظام في المحلول. بخلي المادة منتشرة بانتظام. ماشي? اما تيجي تخش على سطح القماش هتخش بانتظام ده سطح القماش. وتحت ظروف معينة يعني بدرجة حرارة معينة بزمن معين. اه كل حاجة. طيب انا بعمله ازاي بوليستر? البوليستر عندي كزا طريقة دي عملية استباغة بتاعته. باما بعمله استباغة عن درجة الحرارة مية درجة مقوية. بستخدم مادة مساعدة اسمها المادة الحملة. دي بتساعد على تفتح شعيرات السيرينوس. تفتح البوليستر. تساعد على تفتح شعيرات البوليستر. بس او بعمله عملية استباغة عن درجة حرارة اعلى من مية درجة مقوية اسمها تحت ضغط يعني. ماشي. بستخدم الصبغة المنتشرة والصبغة والحامل بتاعي عن درجة حرارة مية وتلاتين درجة مقوية او بعمل طريقة اللي بتشتغل دايما بنشتغل بيها في مصانع دي بتبقى للاقمشة البوليستر الغير مسبتة حرارية. للاقمشة البوليستر الغير مسبتة حرارية. البوليستر لازم اعمله عملية تسبيت حراري عشان اسبت الابعاد بتاعته. اسبت الابعاد بدعته. طيب الاقمشة ما عملتهاش عملية تسبيت حراري. ممكن اعمل لها عملية الصباغة. ماشي? باسمها طريقة اسمها طريقة الوصول. بغمر في محلول الصباغة مع مادة التلال. اعصر القماش بالنسبة الستين في المية. اعمل عملية تكفيفة عند درجة حرارة مية وعشرة. اعمل عملية تحميس عند درجة حرارة مية وتمانين لمتين وعشرة درجة مقوية. طيب. البولي استر قلنا كده هو ان هو الرطوبة. ما نمتصش معيات الرطوبة لنسبة قليلة. البولي استر يمكن اكثر المواد الصناعية او الاياف الصناعية اه استخداما لان هو درجة امتصاص للمية اعلى من البولي اكريليك وبولي اميت. بيشاقات كده بيفضل البولي استر. اه سهولة صباغته ببعض الطرق زي ما انا قلت دلوقتي ان انا باستخدم له عملية استباغة باستخدام كذا طريقة في وجود مواد مساعدة. الاحماض البولي استر اللي هيتأثر بالاحماض المعدنية ولا الاحماض العضوية. ماشي. حتى لو في تركيزات عالية. تأثر بالقلويات. تحلل البولي استر. البولي استر اه مواد المؤكسدة. ماشي. لا تؤثر على البولي استر وتستخدم في طبيضه. تستخدم في عملية الطبيض. يبقى كده اتكلمنا عن البولي استر في تأسين مواد كيميائية عليه ومواد الطبيعية عليه. الشكل العام بتاعه هو شكله يشبه الحرير وليما المسناعي. واغريت عليه بعد العمليات عشان احسن من الخواص بتاعه. من ضمن عيوب البولي استر احنا قلنا اهم ايه بعندي اللي هو الكهرباء الاستيكية. عشان خاطر كده بيستخدم البولي استر دايما بعمل له عملية معالجة ضد الكهرباء الاستيكية عشان خاطر امنع التجاذب. عشان خاطر اما احد يبقى لامس حد كده من الكهرباء عشان يكون لابس الياف صنوعية. واجي المس حد كده احس بكهرباء او احس نتيجة احتكاج جزئيات مع بعضها عمل ليه عمل شحنات مجابة وشحنات سلمة. شحنات مجابة وشحنات سلمة. يبقى احنا النهاردة ايه بقى خدنا خدنا كزا حاجة. خدنا البولي استر وخدنا البوراين الفسكوز. خدنا راين الفسكوز وقلنا راين الفسكوز ده بيتكون من ايه? وقلنا راين الفسكوز ده هو من ضمن الحاجات المهمة جدا. راين الفسكوز ده أساسه سليلوز بيحضره زي بنحضره المصنى مع بعض ونراجع شوية كده هو وناخدها رسمة تخطيتي يبقى سليلوز زائد السودا هاديني هيدرو سليلوز هاديني هيدرو سليلوز هيدرو سليلوز زائد ثاني كابريتوز السودا الكربون هاديني الماء الأصفر اللي هو اسمه زانسات السليلوز زانسات السليلوز ده هيا بيعملها إزابة في الماء بتديني محلول لازج اللي هو اسمه الفيسكوز اللي هو اسمه اللي هو اسمه الفيسكوز ماشي يبقى احنا كده عرفنا يبقى احنا كده عرفنا ان البولي إستر ان الراينفسكوس بحضره ازاي ماشي وعرفنا المراحل بتاعت اللي احنا خمشينا بها ايه وعرفنا اهمية الراينفسكوس واتكلمنا على البولي إستر وازاي بحضر البولي إستر وهي انواع الرزل بتاع البولي إستر ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم ازاي نفرق ما بين الخامات الناس جاية ونتكلم على التركيب الناس جاية والى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.